السلام عليكم أحبائي اليوم سوف نمر إلى الإجابة عن أسئلة النص حقوق الجار لا تنسوا دعمنا والاشتراك معنا في القناة ليصلكم كل جديد وهذا فضلا وليس أمرا فعلى بركة الله نبدأ في الإجابة على أسئلة النص السؤال أول يقول أبحث في القاموس عن معاني الكلمات الآتية المقيمة لائق وفق المقيمة المستقرة لائق المناسبة وفق حسب السؤال الثاني أستخرج من النص الضاد الكلمات الآتية تجهلاني أبعد تكره تجهلاني ضدها تعلماني تعرفاني أبعد ضدها أقرب تكره ضدها تحب السؤال الثالث أبحث عن شبكة كلمة أعانى سؤال رابع أذكر سبب غضب الأم سبب غضب الأم هو كون ابنيها كان ينسساني على سهرة فنية لأبناء الجالية المغربية وكان صوت المذياع مرتفعا جدا خامسا أحاول أصدقائي حول حقوق الجيران من حقوق الجيران الاحترام وحسن الجوار مساعدته وقت الشدة عدم تخريب ممتلكاتي عدم معاملته بالسوء مباركتك له في الأعياد والمناسبات عيادته أثناء المرض مواسته عند الأحزان والمصائب عدم إحداث الفوضى واحترام أوقات الراحة والنوم عنده سادسا أبدي رأيي في قول الأم الجار أقرب الناس إلينا الجار أقرب الناس إلينا لأنه أقرب سند لنا ومن واجبنا مراعاة حقوقه في الراحة والطمأنينة سؤال سابع أركب جملة تتضمن فعلا متعديا وأبين الفاعل والمفعول به كتب الولد الدرسة المفعول به الدرسة كتب فعل متعدي قدم الأب النصيحة لابنه المفعول به هنا النصيحة والفعل هنا طبعا متعدي ثامنا أصنف الأفعال الصحيحة والمعتلة في الجدول الآتي أفعال صحيحة رفع سالم أخذ مهموذ رد مدعف أفعال معتلة قال أجوف وضع مثال مضى ناقص تسعا أحول أفعال ماضية الآتية إلى المدارع والأمر هو قال في المدارع أنا أقول وفي الأمر أنت قل هي وصلت في المدارع هو يصل وأنت سل هو شد في المدارع أنت تشد وفي الأمر أنتم شدوا سؤال عاشر استخرج من النص خبرا واحدا لأن يستمتعون بالموسيقى سؤال حادي عشر ما نوع الخبر في هذه الجملة؟ إن المهدبين يرعون الحقوق الخبر هنا جملة فعلية سؤال ثاني عشر أركب جملة تتضمن مفعولا مطلقا جملة تتضمن مفعولا مطلقا رن الهاتف رنتين هنا لبيان عدده أحب أمي حبا جاما مفعول مطلق هنا حبا وقد جاء لبيان نوعه سؤال ثالث عشر ما إعراب كلمة محترمين في النص؟ محترمين خبر كان منصوب بلي لأنه موثن سؤال الرابع عشر أحاول الجملة الآتية حسب المطلوب إن الجار الوفي محبوب المثن المذكر إن الجارين الوفيين محبوبان جمع المؤنت إن الجارات الوفيات محبوبات سؤال خامس عشر أشكل ما يلي كأن الجار أخ كريم ينبغي احترامه أنجز الواجبات لأتمتع بحقوقي حضر المهندس الماهر الذي أصلح الجهاز سؤال سادس عشر أبين لماذا كتبت مبسوطة في هذه الكلمة؟ البيت ثلاث ساكن الوسط صوت ثلاث ساكن الوسط أيضا رفعت لأنه فعل وبنات لأنه جمع المؤنت السالم سؤال السابع عشر أملأ ما ينقذ كل كلمة بهمزة المناسبة تألمتي كتبت الهمزة على الآلف لأن قبلها فتحة تألمت الأم لرؤيتي كتبت الهمزة على الو لأن قبلها ضمة لرؤيتي تصرف الأبناء كتبت الهمزة على السطر لأن قبلها حركة طويلة نهاية الحصة استودعتكم الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر